موسيقى موسيقى في الأقاصي الشرقية لليمن تقع محافظة المهرة التي تحتوي على محمية حوف موسيقى المدينة متاخمة لحدود سلطنة عمان وهي واحدة من خمس محميات يمنية متفرقة في محافظات عدة موسيقى إنها منسية هنا من العالم وحتى من الإنسان اليمني تعد حوف أكبر غابة في شبه الجزيرة العربية وكانت قبل الحرب تجذب آلاف السياح من مختلف دول العالم يغطيها الضباب وإحرسها ثلاثة أشهر في كل عام وفي تلك الأثناء من شهر يوليو وحتى ستمبر تكون المحمية في أجمل أيامها موسيقى هنا تسود النباتات الاستوائية الموسمية منذ مئات السنين كما هي موطن للعديد من الحيوانات والطيور النادرة موسيقى تحاط هذه المحمية بسلسلة جبلية يصل ارتفاعها إلى 1400 متر فوق سطح البحر تتخللها العديد من الوديان أما الجنوب فينتهي عندها ساحل البحر العربي تبلغ مساحة هذه المحمية نحو 90 كيلو مترا مربعا وهي واقعة في مديرية يبلغ سكانها أكثر من 5000 سمه وقد أعلنتها السلطات محمية عام 2005 موسيقى بحسب دراسة أعدها مشروع المحميات الطبيعية في الهيئة العامة لحماية البيئة في اليمن يوجد في المحمية حوالي 250 نوعا من النباتات تنقسم إلى 65 عائلة وإلى 165 جنسا وبالتفاصيل أكثر حول هذا الغطاء النباتي فإن هناك 88 نوعا من الأعشاب العطرية وعشرة أنواع من النباتات المتسلقة وتسعة أخرى من النباتات المائية الطحلوبية وفي المجمل العام تشكل نباتات المحمية 7% من مجموع نباتات اليمن موسيقى وإذا من تجولنا في هذه المحمية لمعرفة ما تخبئه من أنواع الحيوانات فإن هناك العديد منها حيث تعيش فيها النمور العربية والضباع والقنافذ والذئاب العربية والثعالب الحمراء والوعول والغزلان ونوع من القطط البرية المتوحشة موسيقى تعتبر محمية حوف مكانا مناسبا لحياة العديد من الزواحف والحشرات المختلفة أما البيئة البحرية في حوف فهي الأخرى غنية ومتنوعة فهنا تعيش الدلافين والسلاحف النادرة والشعاب المرجانية والطيور البحرية كما تعيش في بحارها العديد من أنواع الأسماك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر